طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من حليف الاتلافي بني جانس أن تؤدي الحكومة اليمين مع 36 وزيراً بدل 32 كما كان متفق عليه يأتي طلب نتنياهو في ظل أزمة الحقائب داخل حزبه الليكود وإعلان حزب يمين عدم الانضمام إلى الاتلاف لرفضهم الحقائب التي اقترح عليهم نتنياهو وتوجد اليوم رسلنا مروان عثامني في القدس وأعد لنا التالي مصعب الحكومة الإسرائيلية 35 التي لم تنطلق بعد ولم ترى النور ما زالت مستمرة مع تمسك حزب يمين في مطالبه الهائدفة للحصول على حقيبة وزارية مهمة مثل وزارة الصحة التي يحاول الليكود الحصول عليها من قبل كحوليا فان الذي لا زال يتمسك بها ويطالب بثمن مرتفع مقابلها الأمر الذي يمنع الليكود بتقديم هذه الحقيبة الوزارية ليمينة وعدم إرضائها بحث تم عرض عليها ثلاث حقائب وزارية صغيرة بالتالي هناك خلاف حول هذا الموضوع يمينة تبقى خارج الاتلاف الحكومي الحالي رئيس الكنيسة رئيس البرلمان بني جانس رئيس حزب كحول لفانت لم يستقل من منصبه بعد كرئيس الكنيسة بحيث يتوجب عليه الاستقالة قبل 48 ساعة من أجل الدخول في الحكومة المقبلة بصفته رئيس الحكومة بالإنابة الحكومة من المنتظر أن تبدأ أعمالها بعد نيل الثقة في الكنيسة يوم الخميس المقبل لكن هناك أيضا رشحت خلافات في داخل الليكود وفي داخل كحول لفان حول المناصب الوزرية سيما وأن الليكود هناك عدد كبير من قيادات الصف الأول في الليكود التي تطمع للحصول على حقيبة وزارية لكن بسبب طبيعة الاتلاف الذي تم الاتفاق على تسميته أو رفع عدد أعضاءه ل36 وزيرا منذ اليوم الأول وليس بحسب ما كان معلنا عنه يمكن أن يضيف لهذا الموضوع يمكن أن يخفف من وجع الرأس لدى رئيس الحكومة لكن هناك في المقابل عدد كبير من أعضاء الكنيسة من الليكود الذين سيبكون بدون حقائب وزارية هذا الأمر يشعل الحرب الداخلية بغية نيل عدد من الحقائب الوزارية المتاحة في المقابل هناك كحول لفان الذي يتوجد خلافات في داخله حول هوية الوزراء الذين سوف يتولون المناصب الوزرية في الحكومة المقبلة